شكراً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت سيدات والسادة الرجال والنساء الصحافة سعيد باللقاء بكم في هذه الهند والصحافة التي تنعقد مباشرة بعد اختتام أشغال المجلس الحكومة انعقد يومه الخميس ثلاثين شوال الفربع مئة وخمسة وربعين الموافق لتسعود مايه الفين وربع وعشرين مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصصة للتدول في عدد من مشاريع النصوصي القانونية وفي بداية أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم جوش ثلاثة وعشرين الف ومئة وثلاثة وعشرين بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن سيد وزير العدل سيد عبدالطيف وهبي ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم جوش ثلتاش ستمية وسبعة من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها ويتضمن هذا المشروع مستجدة تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممتلة في تشكيلتها من قبيل رئاسة نيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجنة وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجنة بالإضافة إلى مستجدة تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية لقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام والرفع من مستوى تمتيلية اللجنة على أن تكون تمتيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يمثله بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم جلس 23 1292 بتحديد كيفياتي اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات النووية عفوا من الإشعاعات المؤينة قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ولسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه وقد أحدث هذا القانون بمجب المادة 127 منه نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي يمكنها وحدها دون غيرها من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والإشعاعي ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية وتعديله وجديده وتعليقه وسحبه ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعتها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-169 بتتميم المرسوم رقم جوج 08-573 الصادر في جوج محرام 1430 30 ديسمبر 2008 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة القصال المعهد العالي للإعلام والاقتصال قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وإتهاد المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتأت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال ببلادنا في ظل التطور المطرد لمهام وخدمات هذا المجال وبالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقة تعاقدية مع شركائه وهو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيم بما يستجيب لهذه الحاجية وإهدف هذا المشروع إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة من الخدمات التي يقدمها المعهد وذلك من خلال تتميم المرسوم السالي في الدك الرقم جوج 08 573 بمادة تانية مكررة تحدد مسترة قبض الأجرة عن الخدمات طبقا لأحكام المرسوم الملكي 336 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام والتصال بعد ذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 22 75 يتعلق بمنح بطاقة شخصين في وضعية إعاقة أخدا بعين الاعتبار الملاحدات المتارة قدمته السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97 13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته وسيدخل حيث التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي طراب المملكة من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية شكرا لكم كان هذا نص البلاغ ناخد الأسئلة سيد الوزير صباح نور سؤالي الأول يتعلق الأول سؤالي يتعلق تفضل هو المساعدة بالنسبة للسكن الفئة المتوسطة الآن 8000 فقط من الطالبات قد تم الإجابة عليها بإجابة ولكن أمام 60 ألف طالب لماذا هذا العدد هو القليل كيف تحصلون هذا البرنامج لازال في انطلاقاته ويخصه مزيد من النج ما هي المشاكل ديه والسؤال الثاني يلسي لعواطب حيار يخص هذا البطاقة المهنية ما هي الاستفادة التي يمكن تعطي الناس في حالة العلاقة ثم التعميم هل سيطول أو لا لابد بالسريع دياله لأن هذه محتاجة بزاب من الإعانة وهذا الوقت اللي هو صعب هل سيطول هل سيطول ذاك الحق ديال أسبقية اللول السلام عليكم قامر خائف الله من موقع بلدنا باندكار في ظل الجادة العالمية حول لقاح استرازينيكا وتداعياته على صحة الإنسان رفضت الحكومة رفضت الحكومة مناقشة التداعيات على المواطنين المغاربة أمام البرلمان وكيف كان عرفوا على غيرار باقي دول العالم تستعمل مغاربة ملايين جرعات من هذا اللقاح وشعر طبيعي أن الحكومة تخرج بتفسير الإجابة على تزاؤلات ومخاوف المواطنين خصوصا وأن الشركة أعطات معطاية خطيرة بخصوص تداعيات اللقاح يعني سؤال تعليق الحكومة حول هذا الموضوع السلام عليكم سيد الوزير سؤالي حول التبرير اللي وضعت الحكومة حول منع أو وقف الدعم الاجتماع على بعض الأسر بأن هناك غش يمكن أن يكون هذا التبرير صحي في بعض الحالات لكن هناك حالات في حالة مزرية وليم تستفيد ابتداء وهناك حالات عند التواصل بالمنصة يعني بالرقم الموضوع مع الإشارة أن هناك صعوبة يعني يعني المواطن يجد صعوبة في التواصل مع هذه الأرقام لأن هناك مكتب يمكن المواطن يجد صعوبة يسأل الحالة دياله هنا يعني لم يخبروا بأن الوضعية دياله سليمة وقانونية ورغم ذلك لا يتوصل بالدعم وشكرا مصطفى الحصري موقع نيشان الحكومة عملية تفويت 33000 وحدة من المساكل الوظيفية أريد أن نعرف من المساكل العملية سمع لكم سيد الوزير سؤال سيدة الوزيرة احتج أول أمس عشرات من دول الإعاقة ضد عدم استفادته من مشروع تاميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة واحتسابها كمؤشر للفقر ما تعليقكم سيد الوزيرة سيد الوزير مساء الخير المواطنين متابعونا ما يجري في أسواق الأضحي البعض يتخوف من ارتفاع الأسعار البعض يقول أن بعض الأضحي المستوردة ربما قد لا تلائم البيئة المغربية نريد أن نعرف المستجداد فهد الملف وشكرا شكرا سيد الوزيرة سيد الوزيرة بالجواب على الأسئلة التي لديها علاقة بالقطاع على أن أتولى إجابة على الأسئلة الطبيعة العامة سيد الوزيرة شكرا جزيلا سلام عليكم إذن كما تمت الإشارة تمت اليوم المصدقة على مرسوم جوش 220075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة والتي يجي تنزيلا لأحكام القانون 97 13 خاصة المادة 23 وهذا يشكل إصدار هذا المرسوم لحظة تاريخية فارقة لأن أول مرة لحظة تاريخية فارقة في تعامل الشريع الوطني مع وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وكان أول مرة نص تنصيص على البطاقة كان في ماي 1982 يعني أزيد من 42 سنة وكان ذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية لأشخاص المكفوفين وضعها في البصر كان ثاني مرة تنصيص هو في إطار القانون اللي صدر سنة 1993 واللي هو القانون بالإضافة طبعا القانون السبعة 1913 اللي كانت نصيص فيه في المادة 23 على بطاقة شخص في وضعية إعاقة إذن هذه واحد اللحظة تاريخية اللي جات في إطار تنفيذ التوجيهات السامية دي صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها لهذه الفئة والنهوض بحقوقها وأيضا في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية وفي إطار تفعيل مقتضاية دستور المملكة الفصل 34 طبعا وعدد من الإشارات للحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأيضا في إطار تفعيل التزامات بلدنا على المستوى الدولي خاصة انتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووفاء بالتزامات البرنامج الحكومي 2021 2026 إذن في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة الحالية كانت لها إرادة قوية من أجل الاشتغال على إصدار بطاقة الإعاقة وكان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية وقمنا منذ سنة 2022 بأولا يعني وضع النظام لتقييم الإعاقة حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية وفي إطار مقاربة تشركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية ولكن أيضا مع المجتمع المدني ومن بعد هذا الفترة كان اشتغال على المنظومة الإلكترونية التي ستمكننا من إصدار بطاقة الإعاقة إذن هذه البطاقة الإعاقة لنجاوب السؤال ستكون أولا ستكون تنزيل وتسمى بعض الأقلين في جهة تنزيل نموذج في جهة للإحاطة بجميع الإكرهات ومن أجل إنجاح تنزيل هذا البرنامج وأيضا سيتم تعميمه في جميع الجهات إذن الخدمات هي الخدمات المنصوصة عليها في حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الخدمات الصحية في الخدمات الشيماية في الخدمات الشيب الطبية عدد من الخدمات لكن اللي ستكون تنزيل طبعا بصفة تدريجية وحتى أجيب الأخت اللي سولت على بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة اللي نحن جميعا مصدامين معهم وهذا على اجتبالكم هذه الحكومة اشتغلت بواحد القوة وبواحد يعني في ظل التوجيهات والعناية السامية ديال صاحب جل النصر والله باش يتم الإخراج إلى هذه البتاقة اللي كينتظروا هالأشخاص في وضعية إعاقة كتر من 40 سنة فإذن كان وحد المجهود تجبر لأننا وعين بالمعاناة ديالهم وحسين بها فطبعا يعني كتكون هناك بعد إحنا قمنا بواحد مقاربة تشاركية مع جميع الجمعيات وتيكون من حقهم أنهم يعني يعبروا على المطالبة بحقوقهم فهذا متفهم لكن اللي نبغي نقول الإجابة أن هذا يعني الوقف اللي كانت من أجل إصدار واحد المعيار باش يخلينا نعرفو الوضعية ديال الأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة ديالهم من هذه الخدمات فإذن هذه جات الإجابة اليوم لأن اليوم خرج المرسوم لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وهذا يساعدنا كتير باش نحط واحد معايير موضوعية باش حتى شي واحد ما يكون يعني باش ما يتضلم لأن هكذا كان بشيو في أي يعني أي تجربة جديدة خاصة أنها واحد القفزة النوعية مهمة جدا اجتماعية وحقوقية وعلى جميع الأسعادة فإذن هذا التنزيل النموذجي في جهة غادي خلينا باش نعمل الإحطاء بجميع المعطيات باش يكون تنزيل ناجح إن شاء الله قبل التعميم دياله مكرا شكرا سيدة الوزيرة على المشاركة والإجابة على سئلة سيدة السيدة وإجراء والنساء الصحف بدأ من آخر سؤال متعلق موضوع ديال أضحي جوبت عليه غير ما مرة قدمت فيه مختلف المعطيات المتوفرة أنا أعتقد بأنه كل ما قدم حد الآن يفي بالغرض في هذا السؤال القضايا اللي مرتبطة بالإعاقة طبعا تفضلت سيدة الوزيرة مشكورة بالإجابة عليها موضوع ديال السكن موضوع ديال السكن بالفعل الوزارة المعنية عبر المنصة توصلت بحوالي 64 ألف 65 ألف طلب هذه الطلبات 20% منهم تمتل مغاربة العالم الذين يرغبون في اقتناء سكن 38% من الطلبات عبرت عنها سيدات نساء هذا مؤشر مهم 70% من هذه الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم بمعنى الحصة الكبيرة جدا من هذه الطلبات تهم السكن ل300 ألف درهم وهذا ربما يجيب على واحد السؤال كانت تطرح في بداية وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع واشكين الناس بغين يشريوا هات السكن واشكين هات السكن 90% من هذه الطلبات هي طلبات المقبولة 8000 8000 الناس توصلوا بالجواب 90% من هات حوالي 64 65 ألف 90 منها يستحقون أن يستفيدوا من هذا الدعم الآن شنو اللي واقع إما الميلف ما زال ماكمل إما الكمبروميت فونت الدار وما زال ماكملناش إما 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 لكن هات 90% من 65 أو من 64 ألف حوالي 64 ألف هم وناس تتوفروا فيهم الشروط للاستفادة من مبلغ هذا الدعم هذا ما كانش مشكل لكن نحن كنعرفوا بأنه الآن 8000 توصلوا بالجواب توصلوا بالجواب لأنهم استكملوا المصطر ولكن 90% من هذا العدد راح تستفيد وتسعين في المئة من 65 و64 راح نتقريبا في حدود 50 ألف معناه بأننا راح نمشينا الآن في هذا التوقيت اللي احنا فيه الآن في شهر ماي احنا تقريبا حققنا نصف 50% من الأهداف المشروع نحن نتكلم على 110 ألف سكن في رسم هذه السنة هذه 1 لعشرة المليار 9.5 قريبا 10 المليار دي الدرهم إذن هالمشروع يسير بخوطة مهمة جدا وإن شاء الله سنكون في الأهداف اللي رسمتها الحكومة بخصوص السؤال اللي مرتبط باللقاح اللي عنده علاقة بالبرلمان الحكومة ما عنده حتى مشكلة تتكلم مختلف المواضيع لكن البرلمان الآن سيصوب المكاتب دي اللي جان ممكن نكمله مني ستكتمل هذا اللي جان وبدأ تشتغل الحكومة تتنقش مختلف القضايا كيف ما كان نوعها ما كان هذا موضوع هذا موضوع هذا موضوع موضوع اللقاحات عموما جميع اللقاحات التي يتم استعمالها بلادنا لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحضر بالمصادقة دي اللي جان العلمية المختصة بهذا الموضوع الدعم الاجتماعي بالدعم الاجتماعي في الفلسفة دياله يتأسس على الاستهداف والاستهداف الحكومة وضعت له شورط وضعت له مستهر والسيد رئيس الحكومة البارح في مجلس النوا بتتكلم على هذا الموضوع وفصر فيه الأرقام التي توفر الآن تؤكد بأن شريحة كبيرة جدا من المواطنين المغاربة استفيدون من هذا الدعم لكن في إطار واحد المستهداف التي نعرفها موجودة في القانون موجودة في المراسيم بمعنى لا يمكن أنه يغير فيها موضوع ومعروف توفرت فيك الشروط تستفيد وقعت شي وضعية تغير شي وضعية ولا وقعت شي حاجة كين قانوات وحدة وخرى التي يمكن اللجوء إليها والتعبير على أي تظلم في هذا الاتجاه موضوع المساكين هذا موضوع لم تتم مناقشته في أشغال مجلس الحكومة التي تكلمت عليه في سؤال شكرا لكم اشتركوا في القناة